هناك كان طائر صغير يدعى توتو كان توتو يعيش في غابة جميلة مليئة بالأشار الكبيرة والزهور المتلئلة كان لديه صدقاء عديدون في الغابة لما سيزارك الأرنب السريع والسنجاب المشاغب والسلحفات البطيئة كانت لعبة توتو المفضلة سباق الطائرات الورائية كان يرسل طائرته الورائية العالية في السماء وكان يشعر بالفخر عندما تكون طائرته هي الآن في السماء لكن هناك مشكلة واحدة كانت توتو يفقى الطائرته الورائية في كل مرة تقطت سيئ الماء أو احترقت سيئ النار أو حتى اندفعت بواسطة الرياح القوية قررت توتو البحث عن طائرته الورائية المفؤودة الأخيرة طلب المساعدة للزهائية في الغابة قام الأرنب السريع بالبحث في الحقول وقام السنجاب المشارب بتسكيش الأشجار وقامت السلحفات البطيئة بالتجول في النهر وبعد بضع ساعات من البحث وجدوا طائرة ورائية كبيرة جدا ملفوفة حول الشجرة كانت الطائرة تشبه طائرته من الورائية المفؤودة لكنها كانت أكبر بكثير سأل الأصدقاء كيف انت طائرته من الورائية بهذا الشكل ثم أدركوا أن الطائرة الكبيرة هي في الواقع أملت الإيادة لطائرة ورائية عملاءة اكتشفوا أنهم كانوا يلعبون بطائرة ورائية ضخمة دون أن يعلموا انضموا جميعا إلى طائرات الورائية الكبيرة وبدأوا في التحريق في السماء كانوا يضحكون ويستمتعون بالاطلاق توتو كان أكثر سعبة من أي وقت مض لأنه أخيرا وجد طائرته الورائية وأكثر ومن ذلك الحين أصبح توتو أصدقاء يلعبون بطائرتهم الورائية الكبيرة في كل يوم وكانت غابة الأصدقاء دائما مليئة بالضحك والمرح أنا قصة مضحكة عن الصداقة والمغامرة والبحث عن المفؤودات شكرا